شكرا 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 ؟ شكرا 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 وضي الله عنه وهذا في رواية مسلم محمد الله تعالى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكم فلويره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حديث بكل مسلم ومسلمة أن يحفظ هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله في كتابه الأربعين نووي وشرحها كثير من أهل العلم على الأقل حبت الله أن ينحف المسلم عن اغتنام هذه الأحاديث التي جمعت خيرا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يحفظها وأن يقرأ الهداية التي جاءت به هذه الأحاديث والأمر الثالث وهو لا يقل أهمية عن الأمور الأخرى بل ربما من أهمها أن يعمل بما يعلن من علم وعني بما علم وعلمه غيرا بدعي في السماع عظيمة إذاً هذه الأعلى مراتب ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 هل هذا أمر في المعرفة والأمام المنكر؟ ينبغي أن يكون منكرًا عند الجميع حتى تنكرون نصلي معكم الآن بعضكم يسدل يده وبعضكم يضم ينبغي إذا أردنا أن ننصح إخواننا أن ننصحهم التي هي أحسن ونبين لهم السنة هو في عرفه أن هذا الموضوع فيه خلاف وأن المالكي يسدلون أيديهم وأن غيرهم هم الذين يقبضون بيت له السنة لكن لم تأتي أن تقول أنت خلاف السنة وأن تكاد وأن تكاد وأن تقول لك أنا مالك أنت ما تفرد شيء أهل المالك أن يسدل ردين أن تدخل معه في جداد إذا معنى هذه القضية إذا أردتم أن تعرفها ولا أردت في قولها قلتها وإذا ما أردتم سكتها أننا لا نريد الخلاف نفسه نريد أن نجتمع فانتبون كلمتنا واحدة ما هي الشيء الثاني نعم يمكن أن يواجه لن يواجه هذا مدى خادص يوجد تفادر لجمال الدولة وطولة في الثالث يتكلم وكالية يجب أن تحديثه إليه يجب أن يجب أن يكون لديك ويجب أن يواجه طيب المترجم للقناة ولكن هذا ليس أسنبات بريد أنه أ 저희 أمني لدينا عندما يريد أن يريد أن أشارك إلى قصة كانت فيه وليسبة كل أسنبات وكان يريد أن أشارك في أسناب المنزل محيطاً بليه لن ترد أن أجارك إلى القطور كان يساعد أنه يستخدم من الخطوة ويستخدم وأنه يستخدم من أساسي كما يستخدم المعرفة والأساسي لله، لقد كان يستخدم منه فقط نرى وقاله وقال ليس شبابا لقد كان لديه العقما وليس بالفعل بلطفل العقما لم يتحدثت عن الهتمام وليس دعوة مجانا من المسابقة فهو النقره يجب أن تتحصي إليه وليس بلطفل عمونة ويجب أن تتحصي ويجب أن تتحصي ويجب أن تتحصي انه يجب أن تتحصي سيطرة على محابة لم يراجع عليهم لا تدريبا استخدام لدينا جيدة يجب أن تترانع ومن الان على قبل أن أحدها أصبحت على قبل أن أصبحت لم أصبحت 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 الحديد سيكون هناك أصبحت أصبحت لكن أصبحت ومن ثم وفي هذا الوقت الذي أخبره أنه سيكون مدرسة على المدرسة لا يستطيع تحديد كثيرا و لا يستطيع تحديد كثيرا إذن يا رحبا حديث نبي صلى الله عليه وسلم رأيكم منكرون فل يغيروا يدي يجب أن تحمل هذه المهمة هذا الأمر وهو بضية التغيير لأن عدم التغيير يلعب يكون سببا في نزول العذاب تلك القرية من إسرائيل لم عدوا في السبت تعرفون القصة أمرهم الله سبحانه وتعالى أن لا يسيروا يوم السبت فوضعوا شباقها فقط يوم السبت فأخذوها يوم الأحد أو يوم الاثنين فخالفهم الله سبحانه وتعالى من قسمه إلى ثلاثة بواقف منهم من أنكر ومنهم من سكت ومنهم من لم يرفع بها رأسه والذين أنكروا أن جاء الله سبحانه وتعالى بإنكاذر للمنكر والذين ما أنكروا المنكر أخذهم برعاذ بالله العذاب والذين سفتوا سكت عنهم الشاهد أنه ينبغي على المسلف أن يغير إذا وجد منكر فدرجات ومراتب الأمر المعروف والنجع المنكر في هذا القديد ثلاثة أليس كذلك من رأى منكر منكر فليغيره ليش؟ بيده فإن لم يستطع فبالرسان فإن لم يستطع فبقلبي وذلك الله خليم متى يغير بيده؟ الآن أخرج الإنسان من المسجد ووجد إنسان خلينا نقول مثلا يشعر السجار أو يفعل منكر هل من الحكمة أن يحمل هذه السجارة ويرنيها ويغذف له في القول أو أن يناصحه المفروض قال يتكلم معه بلطف هل إذا رأى الإنسان منكر في الشاجع له من يغيره وأن يكسر مثلا نحن عندنا بعض الأحيان محلات تبيع أشرف فالغناء يأتي بعض الشباب المتحمس فيريد أن يكسر أو يحطم أو يحرق أو كذا وهذا خطأ كبير هل له هذا؟ هل له أن يغير بيده؟ أم أن التغيير يكون هنا في هذه الحالة من المسؤولين من السنف المفروض المفروض أن الذي يغير الذي بيده سمام الأمر طب متى أنت تغير بيدك؟ متى فهي عادة؟ إذا استطعت متى تستطيع تغير بيدك؟ مثلا في بيدك مع زوجتك؟ مع أولادك؟ إذا رأيت منكر أي مرتبة من المراتب تنطلق عليك؟ اليد أو اللسان أو القلب؟ اليد واللسان أيضا تستطيع أن تغير هنا منكر تحت إرادتك وتحت سلطتك تستطيع أن تغيره بيدك؟ بيدك وتستطيع أن تتكلم لكن لو كان المنكر خالبا لبيت لا تستطيع أن تغيره بيدك تنزل دردك وتغيره بيش بلسانك يا أخوان لا ينبغي هذا لا يجمع هذا يا أخي هذا الفعل الذي تفعله بحرارة وكذا وكذا وأيضا حتى تغير يكون بيش؟ بالحكمة والتي هي أحسنة إذا دعوت إلى الله سبحانه وتعالى ادعو بالحكمة والتي هي أحسنة حتى يضب منك الكلام طيب إذا ما سطعت أن تغير بلسانك حتى باللسان قد تؤذى قد تسف قد تشتم قد لا يسمع كلامك قد يتحول إلى منكر أكثر ماذا تفعل هذه الحالة؟ أنتم نعملين جميعاً نمتم ماذا تفعل إذا ما سطعت أن تغير بيدك ولا تستطعت أن تغير المكر بلسانك ماذا تفعل؟ بقلب اللهم إن هذا أمر لا يرضيك اللهم إني أعوذ بك أن نرضى بهذا الأمر وتتألم في قلبك هذا الذي تستطيع بك ما تستطيع أن تغير بيدك لأنه يترتب عليه منكر أكثر ما تستطيع أن تتكلم بلسانك إذا تغير بيش بقلبه قادم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أضعف الإيمان وفي حديث آخر ليس بعد ذلك حبة فردني من إيمان معنى هذا أن الذي لا يتمع عروجهه ولا يخضر للمنكر إيمانه مخلخا يحتاج إلى تقوية إيمانه يحتاج إلى طاقة يقوي هذا الإيمان يعني إذا رأيت المنكر أمامه وأنت تضحك وربما بعضنا يجلس مع أصحاب المنكر فإيمانك ضعيف شفت التعليف السياء سيسموها الكرغبة والمغابة ما في السموها السيارة ونحن نسميها السيارة السيارة بعض الأحيانين عندها البطارية البطارية إذا ضعوا فت في آن آخر فترة انتهائها تبدأ السيارة لما تجي تشمل السيارة ماذا تسولي السيارة وماذا تفعل؟ إيني 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 وربما تشتعل وربما لا تشتعل هذه البطارية ماذا تحتاج؟ تاج إلى اشتراك تعمرها القلب هذا يحتاج بعض الأحيان إلى أن يعمر يعمل بناها بركعتين تركعهما بين يدي الله في آخر الأحيان بالصلاوات تؤديها في أوقاتها مع جماعة المسلمين ببذرك الوالدين بالإحسان بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حسنات تبدأ تعمر 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 حتى يفيد هذا القلب بالإيمان فإذا ضاد هذا القلب بالإيمان الآن يا إخواني يعني تجربة عملية لو أننا صبينا هذا النام نعم؟ هكذا الإيمان تصبوا بين؟ تصبوا بين؟ في القلب ثم ما زلت تصب هذا الإيمان في القلب حتى يعمر هذا الإيمان فإذا عمر هذا الإيمان كما تعمر هذه ماذا يحصل يا إخوان؟ يفيد ما زلت تصبوا بين؟ فإذا فاض الإيمان في القلب الآن أين نهب الماء؟ خارج الكأس الإيمان إذا فاض في القلب أين يذهب؟ يذهب يذهب إلى الجوارب لا فضفوك ولا عاش من يشوف إذا فاض الإيمان في القلب من الأعمال الصالح عن الصلاة وعبادة والضاعة وعبادة آخره يفيض فيذهب هذا الإيمان إلى الجوارح فإذا ذهب إلى الجوارح الجوارح هذه تمشي وتعمل بما يش يمليها عليه القلب فبالله الذي لا للآخر لا يمكن أن تمتد هذه اليد فتأخذ يوم واحد ليس لها أبداً ولا يمكن العين أن تنظر إلى الحرام القلب يتحكم فيها لا يمكن الرجل أن تمشي إلى كبرين ولا برقص ولا مكان للهوة الباطل لا يمكن وهذا يا أخوة لله ان تقرد دليل على محبة الله تريد أن تعرف أن الله أحبك وإلا ما وصلت بعد إلى محبة الله سبحانه وتعالى انظر إلى جوارحك هل هي مسخّرة في طاعة الله ولا مصرفة أعطينا الدليل يا شيخ الدليل يقول الحديث صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلي عبدي في الحديث القدسي الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربي يقول ما تقرب إلي عبدي بشيخ أحب إلي مما افترضته عليه مع هذا أدّي الفرائد أولاً لا نريدك تقوم الليل الكاملة إلى الساعة خامسة ونصف حط راس المبناء عن صلاة البجر ما لي فائدة ما بفهم ضاعت عليك لأنك ضيعت الفريضة لو أنك من طوال الليل ثم قم صليت الفتر أفضل من أن تزهر الليل كاملة ثم تضيع صلاة البجر إذا أيهما أولى الفريضة والناهلة فريضة أولاً ثم بعد ذلك الناهل لو أنك تضعك في وجوه الناس وتمتسر في وجوههم وتكرمهم وتهديهم وتعشيهم وتذهب بهم وتأتي بهم وأبوك أو أمك غاضبين عليك ما الفائدة أن يرضى عنك الناس وأمك غاضب عليك أو أبوك غاضب عليك إذا الأول ما تؤدي عبد الله الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليك ثم بعد ذلك الناهل لأن الله سبحانه وتعالى يكون في الحديث الكدسي ما تقرب إليه عبد بشيء يعني من الطاعات والعبادات أحب إلي من افترضته عليه أول أدى الفرائض ثم قال جل وعلا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقْرَبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى من يحفظ؟ حَتَّى أُحِبُ حَتَّى أُحِبُ لَا يَزَالَ عَبْدِي يَتَقْرَبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهُ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهُ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَيَجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَيْ لَا أُعْدِي يَنَّةُ أُعِزَّةِي كُنْ وَلَا إِنْ سَعَدَنِي لَأُعْضِيَنَّهُ وَلَا إِنْ استَعَادَنِي لَأُعِيدَنَّهُ فإن لدي في كلامنا الآن؟ أحببتُه هذا العبد يتقرر بي لي للنوافيني حتى إيش؟ حتى أحبه فإذا أحببتُه سخر هذه الجوارع في الطاحب فإذا أردت أن تعرف أن الله يحبك أولا يحبك ماذا تفعل؟ انظر إلى جوالك إذا عينك طول الليل والنهار في المزار والشاشات وتنبصت وتسرح وتنظر إلى هذه وإلى آله والآله اللهم استعاد صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا الأغاني والمزامير والقبر والغيبة تنبيب الآن أصبحت يعني فاكهة المجالس قطعوا من أصحابهم ويأكلوا قطعوا من لحوم أصحابهم وإخوانهم من صديم ويأكلوا فلانا الله يهدي الله يهدي يعني يقدم هذه الدعوة يعني على باله إنه هو ما أغتاب يعني الله يصلحه الله يهدي لكن كذا وكذا 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 الله يصلح الله يهدي من فاهم من فاهم أيحب أحدكم أيحب أحدكم أن يأكل لعما أخيه ميتا فترهتم حال الذي يبتعه يا أجماني ها الجثة إنسان ميت ويجيب معك سكين زي حتى الشاور ما هذا اللي يتبع فيها ويقطع لكم الشاور ما نأكل بها وقطع من اللحم لأخوك الميت الجثة هذه قطع وكل نفس القضية لمن يقترب أخوه المسلم ما الليب يا رسول الله قال ذكرك أخاك بما يكره ذلك أنت ذكر أخوك بما؟ بما يكرهه تقول فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا ويفعل كذا وهو غائب لو كان حاضرا لا أساس أيضا ما نريد الخلاق لكن لو كان حاضرا لا ترتبى الغيمة لكن تذكره وهو غائب فهذه هي الغيمة ولا يذبج فاكهة المجالس أصبحت الآن فاكهة المجالس والريام الآن إذن الذي ملك الله سبحانه وتعالى عليه سمعه بعد أن أحبه يملك عليه سمعه ما يستطيع أن يسمعه حتى إذا سمع إنسان يذكر آخر بسوف أقول له اتقي الله اتقي الله خلاص لا تتكلم فيه والوراه خليه لما يأتي تكلم عليه أو تكلم معه أو ناصره أما هو خرج المشكلة قد يكون معنا جالس ويرحق معه ويتكلم معه وشرناه الشاي هو يخرج بس من الله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله ويبدأ يتناول باللأب السربي والتعيير وكذلك لماذا تتكلمته حاضر؟ إذن الذي أحبه الله هذا دليل ما يستطيع أن يتكلم على أحد ما يستطيع أن يسمع هذه الغيبة وهذه النبيبة في المدرس وهكذا أحبت المدرس هذا دليل تريد أن تعرف دليل لا تحتاج أن تسأل العالم الثلاني ولا الطالب الثلاني ولا ولا أحد تريد أن تعرف دليل أن الله أحبك منظر إلى جوالك فأيتها مسخرة لما يقول الله سبحانه وتعالى مبارك عليك محفقة الله سبحانه وتعالى رأيتها شادت بعيدة راجع قلبك راجع الكأس هذا تجده فارغ ما فيه بشيك فارغ من الإيمان لا الإيمان والذي ما عنده الإيمان من باب الأولى أن لا ينكر منكر هو يأتي المنكر فالحيب ينكره سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى كما يقولون أن لا ينكره أصبح 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 ترجمة نانسي قنقر 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 يوجد أن يتحدث عن شديده فهو تفتيح بأن الله يزعجي لحافظ من أجل وحذب إلىGI من أجل كان منه من ذلك. ويقولون ، انا وضع المجتمع سيكون أماكن هل يشير بوايق الأمر في فعله يساول أن يتبع منه قد يتبع منه أو يتبع منه بأس مختلفة فهي يجب أن يدبع منه إلى أنه يتبع منه حتى يتبع منه المترجم للقناة من خيارة بطبق عشير وانه السيارة が سريح يحصل للهروف فالتنا مدى أي هي 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 هو سويح فهو سبيح الأسماء هم معه أو تريح الأسماء هو سبيح لأسجاد أو تريح أن تريح سبيح فإنه قال يجب أن يكون هناك الأشخاص ، يجب أن يكون لها للشعارات. ثم قال فإنه يقول هناك أيضًا من أخرى وليسيطة ويطورة من المزيدين يمكنني تفضيل مزيدين مثل فإن سيدي وإن سيدي إن سيدي فإن سيدي فإن سيدي ديوان أو في المنزلي والعبادة التي يحدث عنها أفضل بيطارباً إنها تفهم بنيدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقاله على كل شخص يتعلق على كل شخص أو شيء أعطيه لكأنه إذا كان لك وربما تتحدث على يقول لماذا تتحدث عن المسابقين لا يجب عليها أن يتحدث عن المسابقين وقل موضوع من المسابقين مع الطبيب اصدقاء يقول قد ذكر يقول ومن المتحدة يقول في القناة الكثير من المتحدة في القناة وقد تقول لك هل ست تفهم أنه ستكون أولاً قطعاً لديه سيدي؟ لذا فلت تفهم الى تفهم فالكما تفهم ايضاً تفهم مالحاً فالكما قطعاً لديه سيديه سيديه بالنسبة طيراً نعود إلى المنكر الرحيلة لا يغير المنكر إذا خشينا فتم لا يغير المنكر باليد إذا خشي الإنسان الفتم مثل أن ينكر على وزير أو ينكر على أمير أو ينكر في حالها من الحالات فيتعد على الإسلام بسببه وهذه القصة الآن أمامنا قصة فسائل للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفيلم الذي أساوه الله سبحانه وتعالى وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُّنِ اللَّهِ فماذا يفعل؟ فيسبر الله عدوا بغير العلم فأنت سبب ذنكارك تسببت في أن تسبب الله سبحانه وتعالى وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَعَبِّرُوا عَنْ أَلَمِهِمْ وَعَنْ تَأَلُّمِهِمْ لِمَا قَالُوهُ عَنْ حَبِيبِنا صلى الله عليه وسلم عَمْلُوا مُنْ كَى ما نقول أفضح ولكن عملوا منكر سبب إساء أهل الإسلام والمسلم الذين قتلت وهدموا وحرقوا هل هذا من باب تغيير المنكر أنا أقول ذلك بل مثل هذه الأعمال تجر على المسلمين البلاد والوباء وأنا أخبرتكم يا إخواني فتخدقوا وربما سمعتم بعضنا وبعضنا ما سمعت كان من المفروض أن نستغل هذه الفرصة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في بيان الإسلام ومحازنه وأدابه وأخلاقه إنها فرصة لنبين لهم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لنقل لهم الرسول عكس ما تقولون الرسول هذه حياته هذه سيرته صلى الله عليه وسلم حتى معكم أنتم يا من لا تؤمنون به مع اليوود كان يتعامى صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المسلمين كان يتعامى صلى الله عليه وسلم هذه سيرته نوزع بعض الكتيبات وبعض الأشرق التي تعلم الناس من رسول صلى الله عليه وسلم وقلت لكم من قبل أقوله اليوم الذين عبروا بتلك التعبيرات من هدم وارات وحرب وقتل وما إلى ذلك في الحقيقة كان مفروضا لا يعبروا بهذه الطريقة لأنهم عبروا بهذه الطريقة عن الإثلاة والمسلمين أنت لا تعبر عن نفسك الآن أنت تعبر عن أكثر من مليار مسلمين هذا العمل الذي أنت تعمله يعب أو يعني يدل يوجه غير المسلمين إلى أن يقولوا انظروا هؤلاء هؤلاء المسلمين هذه أعمالنا هذه التصرفاتكم إذن هذا الإنكار ينبغي أن يكون بحكمة وبتأمدأ وبتخطير إذن إنكار المنكر من هنا له أربعة أقسام إنكار المنكر له أربعة أقسام إذا غيرته يزول في الكلية يعني يعني يوجد منكر إذا غيرته يزول في الكلية هنا يجب عليك أن تغير واضح هناك المنكر وأغيره بيدي فيزول هذا المنكر ويتهي بدون إحداث لي فتنة إذن يجب علي أن أغيره أن يخف هذا المنكر إذا أنكرت هذا المنكر يخف إذن يجب علي أن يغيره أنا أعرف أن إذا أنكرت هذا الأمر فهذا الأمر يخف وهم ربما يتلاشت إذن يجب علي أن يعيش أن ينكره أن يتحول إلى منكر مثله مثله يعني هناك منكر غيرت هذا المنكر تحول إلى منكر آخر مثل هذا المنكر الذي أنا نهيت عنه ماذا أفعل؟ محل نخر محل تفكر أنظر هل هذا المنكر إذا تغيري إلى منكر هذا أخضر وليبقى وإذا يبقى هذا المنكر كما هو هذه محل نظر أو أن يتحول لما أمكر عليه يتحول إلى منكر أعظم فهنا ماذا يكون لكم أن تقولوا حرام لا يجوز أن يغير المنكر يتغير فيكون منكرا أعظم منه فالتغير منه إذن يكون أيش حراما إذن مراتب الإنكار أو أقسامه أربعة أن يزول بالكلية يجب عليها المنكر أن يخف المنكر يجب عليها المنكر أن يتحول إلى منكر مثله أنظم أيهما أولى وأفعله أن يتحول لمنكر أعظم فهذا لا يجوز لي أن أتكلم ولا ننفعه وآخر يبقى هذه أقسام المنكر والمنكر وإذن مشروط بالاستطاع لأن الله سبحانه يقول فاتقوا الله ما استطعت 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 أغير هذا المنكر الحمد لله ما استطعت لا يكلفني الله سبحانه وتعالى تغيير هذا المنكر في مرة في المنكر أتمر الشيخ الإسلام ابن تغو تينية على قوم وهم يشربون الخمر تعلم لما نقول شيخ الإسلام ابن تينية إمام من علم الهدى ولا يمكن أن يمر على منكر ولا يغير نعم فمر على قوم وهم يشربون الخمر فتركهم ومشرف اشتغرب الذين منعوا كيف يا إمام ما انكرف على هؤلاء البنيين يشربوا الخمر قال يتركوهم يشربوا الخمر خير من أن يصحوا ويلهبوا فيهوذ المسلمين أهدى فقر المتين رحمة الله عالم كونهم يشربوا الخمر ويهجدوا ويفكور من شرعهم أغلى من أن يصحوا ثم يلهبوا فيهوذ المسلمين هذا الفقر الذي نريده في جغير المنكر في بيتك يا عبد الله مع زوجتك قد تريد أن تغير بعض المنكر وزوجتك ليس بالعصر والهراوة بالليل بالتي هي أحسن كما كان المبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في بيتي ومعهن بيتي ومع أزوالي صلى الله عليه وسلم لأنه يوجد مشاكل لا تعدل لا تحصى بين الأزواج وبين زوجاتهم بسبب أنه ما عرفوا كيف واحد منهم يتعامل مع آخر تعلم المشكلة الآن عندنا في بيوت ما هي أنه يريد الحق الذي له وما يؤدي الواجب من يعني سؤال مرأة ورجل المرأة تطالب أنا حقي كذا أنا من حقي كذا من حقي كذا من حقي لما تأتي الواجبات التي يجب أن تؤديها المرأة السلام عليكم حافظ والرجل كذا أنا الرجل وصاحب القوام ومن حبي ومن حبي ومن حبي إذا دخلت أجل قوابا وهو في نفس الوقت ما هو وليس لم يرده الواجبات التي يعمل هذه المشكلة في بيوت المسلمين أنه يطالبون بالحقوق ولا يؤدون الواجبات التي يعمل سيعل ذلك هكذا في منتقام لذلك السلام عليكم أن يكون يدفع السلام عليكم الشيخ ومن حبث أن تغبط لا يدفع لكن لذلك أن الأخبار سأريح أن تغبط الواجبع إلى تغبط من للأخباط فعلا استطاع أنه يجب أن تغير دور فعلا ويجب أن يجب أن يجب أن تغير مصادر لأنه يبدو أنه يجب أن يجب أن يجب أن يتجه إذا كان لفهم لفهم ، بسيطة سيطة سيطة الأخير يقضى أنه يقضي الناس بقية لفهم يقوله في بعضنا البلاد لا يتحدث في حياتي المنجلة لفهم ويقضي الاخير لأن شيئاً أسخدام التواريسيين لأن كثيراً هم أنصلاً فأعتقد أنه الغبطة المسلمين وفره على تشيئ ، هم يمكن أن تكون هذه الغبطة وماذا يريد أنه يبقى تشيئ وما هي هذه المفرسة الأسراء وماذا يبدو أنه يبقى الله أسراء فسيحن لذلك إذا هم عندما يشيئون لقد تجربوا المشكلين من المخصفين وانتعلموا المشكلين في تجربين وانتعلموا الواقع على قول المشكلة ويشتركوا في المعرفة الخصوصة وهذا يدعى أن يجب أن أطفاق الناس أن يجب أن يجب أن تؤخرون على المعرفة وهذا يجب أن يجب أن يتحقون على المعرفة إذا كان لديه سمع يسلح سواله إنه يجب أن يجب أن يجبه يجب أن يجبه يجبه في حكومة يجب أن يجب أن يقوم بخير لكي تراني، أنه يجب أن تجبه يترى أن الوجودينين لم يشاهدونها ونساء على المشاهدة وعلى أن يشاهدون أن الوجودين يشاهدونها بمعرفة الشيء ولم يشاهدونها بإذن الوجودين ثالثة يقول الأمر التجريبون من يتحدث في خاطئ على فرصة يقول مثل اطبع إذا قام بأن تطورك أن تغير اللعب completely جيد وأنه يوسف مراد ويتفق فقط وأنه يمكنك كرام ايضا اكد أن تشعر السوق الضغط سبب سيكون مقارسة يبقى أن يكون هناك بعض المسيحة وثبت يقول في الثالث يقول أنه يضغط يحدث إلى الأحدة يحامل لبعض الأضافة تحامل لبعض الأشخاص لا أعرف وفي الثالث يقول أنه يحدث إلى الأضافة يحدث إلى الأضافة مجردات الشيخ الكثير من المبادرة لمشارك المهارة ليس تخط فيها البنات ينقوم بسيئة في المساعدة أولئك لا تصدق لك لا يمكنك أنه تحدي من خيك ذي البيع رضي الله يسرحه الله سوف يشبه فيه وظىفة حقد وظهر في الشيخ العالم وعندها صدت لهم لماذا فتح بيئن مال وقال إنهم الدرس في الشيخ العالم ليسما لهم إذا فتحوا بحره المترجم للغاية ويجب أن يفيد من المساعدة لماذا؟ تأمرون بالمعروف لتنهون عن المنكر تؤمنون بالله والحليم صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن لا زمد لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليطبعن الله على قلوبكم فتدعونه فلا يستجربكم لماذا ندعوه ما يستجربنا لأننا بعدنا عن ديننا تركنا الأمر بالمعروف والنفع عن المنكر وصارك واحد نفسي نفسي بل حتى ما يأمر ولدا وابنته وزوجته في بيته ولا ينباه فنسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد ويجعلني وأيامكم العاملين في المعروف الناهين عن المنكر حتى نكون من عداد أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي رضيها جل وعلا ورضي عملها كنت خير أمة مخلدة للناس تأمرون بمعروف وتنهون عن المنكر جعل الله سبحانه وتعالى الذين رضي عنهم وأرضاه ووفقاً إما يحبه ويرضاه وأسأل أسأل الله جل جلاله وعلم سلطانه في آخر يال اللقاء أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوم أمين وأن يجعل تفرقنا من المعني يتفرق معصوماً وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقي ولا محروم اللهم حل المجوهنا جميعاً على النار اللهم حل المجوهنا وجه أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ومن أحببنا فيك ومن أحبنا فيك اللهم حل المجوهنا جميعاً على النار اللهم افل لنا ولوالدين ومن الله وحق علينا يا رحمة الرحيم اللهم اهدي قلوبنا اللهم اهدي قلوبنا اللهم اهدي قلوبنا اللهم اذكر انفسنا اللهم اطهر أرواحنا اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين المتقين اللهم احسن عقبتنا في أمور كلها واجعلنا نفس الدنيا وعذاب الآخرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين اللهم هبلنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح النية وذرية اللهم أصلح النية وذرية اللهم أصلح النية وذرية يا رب العالمين لا تدعنا ذباً إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا ديناً إلا قضيته ولا من يرحل شافيته ولا مبتلاً إلا عفيته ولا ولداً إلا أصلحته ولا حادث من حوائز الدنيا ولا آخر يا لك لظل ولن فيها صلاح إلا يسرتها وعنتنا على قضائها من رحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يسلكون والسلام على المرسلين والحمد لله وأتعلم على المرسلين ولكن في المنزل وفرمتك يا رب العزة وفرمتك يا أرحم الإنمي ولكن في هذا المنزل وهو السحر ترجمة نانسي قنقر